السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا حياكم الله جميعا وأصعد الله جميع أوقاتكم عيلتي الأكابر اليوم معنا أخبار عن بلاك روك هتشتري كميات كبيرة من البيتكوين وأيضا أخبار متفرقة وحنحلل عملة لونة الملعونة لونة كليسيك وأيضا يا شباب لا تنسوا أنه عنا صوتي يوم السبت الساعة 11 مسائل على قروب الشات المثبت بالتعليقات تمام يا أبطال نحن نتحدث فيه عن البيانات التضخم والفائدة الأمريكية وأيضا نحلل عملاتكم بالبس اللايف على التليجرام حابلوا تكونوا موجودين وعلى الموعد فلذلك قبل ما أبلش أحب ذكرك إذا كنت حابب تكبر المحفزتك المالية وتدخل العالم المضاربة بالطريقة الصحيحة نضمنوا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف فوت فوتك يا معلين طيب يا شباب يعني اللون أخضر وإذا حمرت اخضرت يعني انجوي يا حبيبي انجوي والله السوء للأمانة يا شباب نار وشرار نار وشرار يعني صدقا في عملات مثلا مثل اللينك يا سلام شباب هلأ مروئين عندي باللينك نروئين يعني العملات والله مرتفعة فيلر وأخيرا يعني بكية بالضغوطة بالضغوطة بقى فيلر كاملية زبطينا ياها الله يرضى عليك طيب ماشي يا شباب خلينا الآن نذهب للأخبار طيب يا شباب معنى أول حكم اليوم منبلش فيها ويأتي على أهل الحق لحظة يظنون فيها أنهم مجانين من فرط الوقاحة والثقة التي يتحدث بها أهل الباطل مع الأسف الحق أصبح باطل هاي حكمة اليوم ونحن أحيانا منحلل كتير أمور صاح بيستعدبرون الناس مع الأسف مجانين أيضا معنا خبر آخر سبوت بيتي كون لصناديق الاستثمار الاتف المتداولة قدم عقود أكثر من 3.3% من العرض البيتكوين الحالي يعني الاتف عمشتغل شغله كتير حلو أندرو تيت مين مننا ما يعرف أندرو تيت شاملوك السوق عم يفكر يعمل عملة رقمية خاصة فيه ويدعمها بمئة مليون دولار إن شاء الله خير إن شاء الله ما يكون سكام أو بونزي كالعادة تمام؟ بكل بساطة بيقول لك إن البيتكوين رايح للصفر طب تطلعوا على هذا الفيديو شوفوا كيف البيتكوين بلش من الصفر وذهب لل 69 ألف وبيقول لنا فقاعة هل مع المعقول هالفقاعة شو هالفقاعي كيف تبدو تنفجر صلى 15 سنة في عنا جريدة نمساوية قوية طبعاً عم بتقول إنه البيتكوين هو مثل الدهب بل أفضل من الدهب وأكثر قيمة من الدهب وتحويل رخيص لا مركزي حماية أمنية ما بيجمدوا أموالها كثير أمور يعني وميزات شرحيت فيه مبين العالم الآن يتجه إلى البيتكوين وبقوة تمام؟ شركة بلاك روك لسناديق الـ ETF الفورية الآن بتمتلك 3 مليار دولار تمام؟ من قيمة البيتكوين هذا المصرح عنه المصرح عنه بس يلي مو مصرح عنه الله أعلم الله أعلم وأعلم كمان أيضاً لا تنسوا أنه لكم صوتي السبت الساعة 11 مساء على جروب الشات يلي هو هذا هو جروب الشات شباب هذا جروب الأخبار تمام؟ رحنا نتحدث فيه ببس لايف عن عملاتكم الرقمية وأيضاً الفائد الأمريكية بيانات التضخم معلوماتي يمكن أول مرة بتسمعها عن بيانات التضخم ما حكولك بكثير أماكن تمام يا أبطال حاولوا تكون على الموعد الساعة 11 مساء خلينا الآن نتجه لتحليل عملة لون الملعونة لون كلاسيك طيب يا شباب بالنسبة ل لون الملعونة لون كلاسيك لمواجعة قلب الكل آخر مرة أنا وتحللت قلت لكم أنا عندي منطقة العشرة بس ما يتم كسرة لأنه إذا تم كسرة ونزل أسفلة وسبت أسفلة عمل أغلاق يومي أسفلة فأنا حكون عند السبعة والخمسة وستين كآخر نقطة دعمية ولله الحمد يعني ما تم كسرة تم التجميع انطلقت لعند العشرة ردت نزلت وهكذا طيب الآن لون كلاسيك شو عم تتخيز عم تحاول تتخيز مصره واتجاه عرضي بغرض التجميع ومن ثم محاولة تأخذ العزم الشرائي من هالمنطقة 9 وأيضا استكمال الصعود طيب نعم 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 إذا اخترقت العشرة ثاني مستهدف عندها هو 13 تمام يا أبطال يعني بدأت حاول الصعود إلى منطقة 13 طيب المستهدف أيضا الثالث هو 16 هلأ نحن مثل ما نرى عندي مناطق كبيرة بعملت لونة كلاسيك يعني عندي لكودي بال 12 عندي لكودي بال 14 وعندي أيضا لكودي بال 11 فلذلك بدي حاول لملم يعني أرباحي أول بأول تمام وحاول أشتغلك مضاربة وإن شاء الله بس يصير التصريح على موج باء منحكي تمام يا أبطال إن شاء الله كون وفقت بتحليلي لعملة لونة الملعونة لونة صدقوني لا ينقص من السعرات الحرارية أو تعملوا قنبلة نووية اللايك جدا مهم لدعم المحتوى ونجل توصل رسالتنا لكل العالم في التحليل الفني وكتير الأخبار ولا تنسوا تكونوا بصوتي يوم السبت الساعة 11 مساء على الشات المثبت في التعليقات تمام يا أبطال بقدر لك بالنهاية هذا ليس فاينيش المخصر لكن سأبي سأبي يا أبطال سأبي الأحير مضى سأ میлом صور اشترك مثير اشترك 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 شكرا